رؤية شاملة ومتكاملة وضعتها الدولة المصرية للنهوض بمنظومة التعليم العالي تستهدف إدخال لمسارات غير تقليدية لكي تتوافق مع المتطلبات الحالية لسوق العمل وللتأكيد تشهد طفرة كبيرة وتغير في كثير من المعايير على خلفية التطورات الرهنة ربما على المستوى العالمي وليس فقط المحلي ننظر نظرة أكتر قربا لأبعاد وملامح هذه المنظومة للتعليم العالي في مصر ومعي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي لتعليم وبحث العلم أهلا بحركة دكتور أهلا بك أهلا بكل سادة مشاهديين ومستوائين تأكيد صمم الأمان في التعليم وفي البحث العلمي وعندما تحدث عن تطوير شامل ومصر جديدة يعني لا غنى وهي ضرورة لا غنى عنها في هذه المنظومة التعليمية المتابقة للمواصفات العالمية في الوقت الراهن ما الذي يبدل وكيف تقيمون وتنظرون إلى الجهود المصرية المبذولة لتحقيق تطلعات المنشودة في هذا الاتحاد طبعا لا أحد يمكن أنه في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة من منذ طالي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية وقياة الدولة كان له توجه كبير وأساسي في تطوير التعليم لشعوره أن تطوير التعليم هو أساس لقدم أي أمة لأن أي أمة لا يمكن أن تتقدم إلا بالتعليم والبحث العلمي مخرجات العملية التعليمية لابد أن تتناسب وتتماشى مع احتياجات السوق وده اللي كان نظر السيد رئيس إليه هو القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم سواء كان التعليم قبل الجميع أو التعليم الجميع في إيجاد مصادر للمتعلمين كي يتماشوا معا ما يتطلبوا سوق العمل فكانت هناك جامعات تكنولوجية وكان هناك منك للمعرفة وكان هناك اهتمام بالتعليم الفني وكان هناك اهتمام بالتعليم الصناعي حتى نستطيع دفع عجل اقتصدية إلى الأمل المطلوب في هذه المرحلة يعني شايفين طبعا الدول كلها بتنهل من هذا التقدم العلمي وأيضا التكنولوجي ومصر بدأت نحو التحول الرقمي خطوات وثقة وربما يعني في توقيت كان يعني جعله توقي نجاح في مواجهة كثير من الأزمات العالمية منها كورونا على سبيل المثل إذا طبقنا ذلك على المنظومة التعليمية في مصر وتحديدا التعليم العالي والبحث العالي ماذا تقول؟ أولا لما كانت توجه القيادة السياسية وزارات التربية والتعليم في البداية خالص إلى مؤامة التعليم المتطور تم الاتجاه إلى التعليم عن بعض أو التعليم الإلكتروني وبدأت الوزارات المختلفة في الإعداد للتعليم الإلكتروني من خلال تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المعلمين من خلال تطوير المناج المدرسي من خلال استعداد كانوا متوقعين أنه فيها تبقى فيه مشكلة لكن هو كان الاهتمام في البداية حتى يتماشى مع التطور العالمي لما جاءت جاءحة كورونا كان منكرم ربنا أننا كنا مستعدين تقريبا من نسبة كبيرة جدا لمواجهة هذه المشكلة ولوضع المتعلم المصري والتعليم المصري في المقدمة الذي لم يتأثر تأثيرا كما تأثرت به الدول الأخرى هذا من ناحية الناحية الأخرى أنه لما جاءت الـ digital transformation أو التحول الرقمي كان ده متطلب عالمي يعني الدول كلها على وصول العالم بتبحث عليهم أو بتتنافس في كيفية إيجاد تحول رقمي وتطوير كل النظم إلى تحول رقمي وخاصة في المجال التعليم وغيرهم من المجالات فكان لابد أن يكون هناك استعداد من قبل القيادة السياسية المصريية وعزارتية التربية والتعليم وهذا ما حدث بالفعل لأننا ابتدنا في موضوع التطور الرقمي في مجال التعليم ابتدى هناك المنصات الإلكترونية كان هناك بنك المعرفة المصري كان هناك المكتبات الإلكترونية الحديثة دخلت السمارت بورد أو الصبرات الإلكترونية الحديثة ابتدى فيه تطوير العملية التعليمية من خلال تطوير المعلم بدأنا بتطوير المناهج نحن النهاردة لغاية خمسة ابتدائي تحول كامل من الحفظ والتلقين إلى البحث والاستقصاء وتوسيع المدارك إلى التفكير العميق النهاردة طلاب خمسة ابتدائي اللي هم راحين خمسة دلوقتي يعني مش عايزة أقول لحضائك بيفكروا بتفكير أكبر من اللي عنده 15 سنة اللي هو بسنوية عامة واللافت يا دكتور محمد أن المعيار في التعامل مع هذه التحديات اللي بتواجه التعليم أو بتواجه بناء الإنسان المصري دوماً اللي هو التطالع الأكبر للقيادة المصرية ممثلة في سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بيكون كمي وكيفي بمعنى نحن شفنا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة التوسع في إنشاء الجماعات وفي ذات الوقت تخصصات غير تقليدية مطابقة لمواصفات ومتطلبات السوق العالمية شفنا البيزنس انفروماتيكس إدارة الأعمال في بعض تقني لها جيداً البيجيتال ماركتينج التسويق الرقمي وغيره حريك بتشوف المشاهد دي أنا عايز أقول لحضرك فيه نقطتين حضرك كلمت عنهم مهمين جداً أن القيادة السياسية والمسؤولين بيتحركوا بتحرك سريع جداً جداً لتطوير أو لمواقبة التطور في كل المجالات سواء كان فيه التحول الرقمي في المجال التعليمي أو التحول الرقمي في المجالات الأخرى زي ما حضرك كلمت يعني فيه الإي بيزنس اللي تبتدى يحتل جزء كبير جداً سواء كان إي ماركتينج إي ليرني إي ترينينج تيلي سيلز فيه حالياً كمان فيه الميدسين سيلز اللي هو تيلي ميدسين تطبيب عن بعض فكل الحاجات كلها الفترة اللي جاية دي من لم يستطيع يعني مواقبة التطور لن يكون له في مجال لن يكون له مجال في الفترة القادمة لذلك كانت اتجاهات كلها إلى تطوير العملية التعليمية ومواقبة التطور والتحول الرقمي حتى لدرجة أن كل الوزارات حالياً بتاخد دورات في مجال التطور التحول الرقمي والتطوير والتحويل إلى الإلكترونيات يعني الإي بيزنس بصفة عامة ولكن هناك مشكلة لو بسنا لأي حاجة وخاصة التعليم وتكلمنا عنه أنه هو صناعة الصناعة دي لها متخل متخلات العملية التعليمية احنا بتنتقصنا أو ينقص لدينا بعض الأشياء في متخلات العملية التعليمية من ضمن هذه الأشياء اللي بينقصنا احنا لو تكلمنا عن العملية التعليمية هي عبارة عن معلم متعلم محتوى تعليمي مكان تعلم بيئة داخلية وبيئة خارجية دول ست متخلات العملية التعليمية احنا دي بيحتاج تمويل جامد بيحتاج رأس مال كبير يصرف عليه طبعاً الدولة بتبزل موجود وخاصة أن احنا الفترة اللي فاتت دي يعني فيه حاجات كتير جداً من الطوارج ومصريف كتير بتتصرف والدخل اللي جايه ما بيكفيش ده محتاج أن كل الجهات بما فيها المعلمين والقيادة التعليمية والإدارة التعليمية وأولياء الأمور الكل يتكتفوا من أجل إنجاح العملية التعليمية احنا فيه محاربات قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة محاربات لإنجاح العملية التعليمية نفسها يمكن بصفة أحد اللي موجودين في العملية التعليمية بقول حضيك أنه فيه ناس بترفض التطوير يعني أنا شفت حاجات كتير جداً ومحاربات كتيرة جداً أن التعليم ده مش كويس أن التعليم ده فيه أبع على الأولاد هم طب أنتو بتعملوا كده ليه بتلاقي وليه الأمر بيستسل جدا جدا وروح يدي ابنه درس خصوصي في حين أن الكتاب المدرسي وبنك المعرفة المصري موجود والمناصات التعليمية موجودة والقنوات التلفزيونية اللي بتتساها وزارة طبيعة التعليم موجودة وكل ده يقدر الغرض اللي يقدر يوصل الطالب إلى مرحلة جيدة طب ليه وليه الأمر بيعمل كده بيعملها في حكتين جزء منها بيبقى استسهال يا دكتور لكن جزء منها بيكون الميزة التنفسية يمكن يعني مش بالقدر أنا بقوله حضيك على الحاجة أنا كل اللي محتاجه يمكن كلام ده قلته في أكتر من قناة وبقوله من واقع مسؤولية النهاردة أنا عايز وليه الأمر حتى لو هو ما بيفهمش في المادة العلمية بتاعته أو ما بيفهمش في المادة اللي بيدرس ابنه يفضي جزء من وقته ويقعد مع ابنه في البيت دفء العائلة ودفء الأسرة نفسها في عد ذاتها بيقدي إلى أن الطالب يذاكر الطالب النهاردة إحنا فيه مشكلة كبيرة جدا يعني أعراضة الشباب المصري سواء كان في مجال التعليم أو في مجال غير التعليم إلى مشاكل كتير إحنا بنعاني منا حالين وأخيرها كان المحدث اليوم في الصباح طبعا ده نتيجة إيه؟ نتيجة تلات عوامل أساسية العامل الأولاني إن إحنا بعيدنا عن دفء الأسري مفيش اترابط الأسري بين الأسرة وبعضها تلاقي الأم أسهل حاجة عليها أنها تدي الموبايل لابنها وده من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا أيضا وهي مشاكل السوشيال ميديا هي عشان تسكيته تديدينه موبايله عنده أصلا هو بلعب في الموبايل مش عارف إيه اللي بتقال في الموبايل فيه طبعا ممارسات خطيئة محتاجة أن يكون فيه تواعيد دي النقطة الأولى النقطة الثانية الإنشغال الزائد من أولايا الأمور وقد يكون هذا الإنشغال غير مبرر يعني بتلاقي هو خلص شغله كل حاجة ونازل ليقعد على الأهوة طبعا أنت بتقعد على الأهوة ليه ما تخليك قاعد مع أولادك خليك قاعد مع أستك حول الدفء الأسر دي عشان تحسسهم أنه فيه حاجة بتتعمل الحاجة الثالثة المنابر الإعلامية الموجهة ضد النجاح في مصر اللي أظهرت كل السلبيات بصورة جيدة يظهر لك البلتاجي أنه هو بطل فيلم يظهر لك السيدة الوحشة بطل فيلم يظهر لك حاجات دي كلها دي كلها حاجات بتأثر سلبا على طبعا ده جانب مهم جدا يا دكتور محمد لكن يعني لو حركت اسمح لي في المقابل فيه منابر إعلامية إيجابية أقول لي بعض المنابر أه أه تسمى قيمة العمل وبنجيب حتى كوادر شابة يعني حتى مش بس من خلال إعلامي يعني لما زي منتدى الشباب العالمي إضافة إلى مزايا كتيرة جدا متعددة بيتحلى بيها وأنه بيقرب الرؤى بين القيادة وبين الشباب اللي بيعتبروا طبعا قاعدة مهمة جدا في المجتمع المصري بتكون فرصة لنحن نتعرف على نماذج شبابية مشرفة فعلا إزاي ده إحنا ممكن نستثمر ده وإنحنا نحقق نعمل صفوف أولى يعني أو نعمل كوادر مؤهلة لشغل المناصب أو المواقع القيادية ومش بس القيادية المواقع اللي فيها الميزة التنفسية لنكلم فيها إيفان الشباب أنا من وجه التنظري أنه حاليا في العصر الزهب ديهم لم يكن هناك رئيس دولة بيعتبع بالشباب بصفة مستمررة ويتحاور معهم أنا كنت سعيد جدا جدا بتسعيد السيد الرئيس بعمل الحوار الوطني والدعوة إلى الحوار الوطني المجتمعي وأنا شايف أن ده إن شاء الله يعني هيكون ليه رد فعل جيد وكويس جدا أنا شايف أن القيادة السياسية أيضا هتمت بعمل دورات متتالية للشباب سواء كان في أكاديمية ناصر أو في الأكاديمية الوطنية للتدريب طبعا وفي غيرها من الأكاديميات المتخصصة في التدريب والتي تهتم بالانتماء والمواطنة وتأهيل الشباب لسوق العمل وتأهيل الشباب لإحتياجات المستقبلية وتأهيل الشباب للتحول للرقم أو تقريبا بتكون بدون تكلفة أو بتكلفة شبه بسيطة وجميل جدا أن حارك كلمتا عن التدريب لأن يمكن زمان كان التفوق هو الملمح الوحيد لتميز الطالب نحن نكلم دوراتي لا بدأ يبقى فيه بحث علم بدأ يبقى فيه كورسات لازم تتاخد بدأ يبقى فيه مفهوم الإنترنشيب المفروض لازم يكون فيه تدريب لدى شركات يعتد بها وأنه هو يؤهل بشكل تدريجي لسوق العمل قبل ما يتخرج مش بعد ما يتخرج بس إذا يحرك بقى بتعاول على هذه الأدوات أيضا لتكون حضرة بقوة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في طار توجهات الدولة المصر النهاردة فيه داخل الجامعات تهتمم جدا أن الإطالب قبل ما يتخرج بيأخذ دورات تدريبية فيه كافية إعداد السيرة الزاتية فيه كافية التعامل مع الآخرين بعيد عن المادة العلمية الجافة بيأخذ دورات تانية تؤهل للسوق العمل وهي الدورات الخاصة بيه شخصيا بالإضافة لكده أن بعض الشركات الكبرى أو أغلب الشركات الكبرى والمصارع ابتدت تعمل مخصصات عندها للتدريب ومخصصات عندها لرفع كفاءات على إمالة على المستوىات التلاتة بتاعتها سواء كانت المستوى الأول أو المستوى المتوسط أو المستوى الأعلى لتدريبهم على ما يحتاج إليه فيه العمل اللي هو موجود فيه وما يحتاج إليه فيه التعامل مع الآخرين فدي طبعا أنا شايفها دي حاجة كويسة وشايف أن ده بارقة أمل أنه هناك فيه المقدمة بإذن الله في الفترات اللي جاية دي الاستفادة والاستعانة بالخبرات الرائدة في مجال التعليم تقييم حضرتك لما يبذل حاليا في هذا الإطار وحتى يمكن بيكون فيه منح دولية وبيكون فيه تعاون مشترك بين مصر وبين دول أخرى مستهدفة بالتعاون معها في مجال دعم القدرات القدرات يمكن مش بس كمان التعاليمية ولكن أيضا الرياضية والبحث العلمي وغيره وغيره وإزاي فعلا ممكن يعني إقرأت حضرتك للمبذول حاليا وربما إيه الملمح الغائب لسه اللي محتاج أن إحنا يعني ندق عليه بشدة في هذه المرحلة المهمة طبعا سياسة السيد رئيسي الفترة اللي فاتت وعمل العلاقات أو أعدت العلاقات ما بين الدول اللي كانوا فقود بينها العلاقات والتعاون مع الدول المتقدمة في استجلاب أو استحداث وسائل متقدمة في مجال التعليم أو في المجالات الأخرى ده أتاح الفرصة أن الشباب المصري أو المتعليم المصريين أو المواطن المصري بصفة عام ويستفاد بالخبرات اللي موجودة ويطور نفسه أنا يعني عايز أقول حضرتك أن المصريين لديهم من القدرات العقلية والطموح ما يؤهلهم أن يعني يستفيدوا هذه الخبرات وحدي شوفها في الفترة اللي فاتت دي إحنا قدرنا نعمل حاجات كانت مش ممكن تتعاون في الفترة السوق وده يرجع إلى توفير الوسائل الباعمة للتطوير الفكري والتطوير الاجتماعي لدى الشباب والدى المواطن المصري وأنا شايف أيضا أن القيادة السياسية والسادة الوزراء والحكومة وفيش حد فيهم بيقصر أن يجيب أي جديد ويستفاد بأي علاقات خارجية طيبة بما يتناسب مع احتياجات الحياة المصرية أو الطبيعة المصرية أو الطبيعة الشرق أوسطية يعني بياخد الجانب الطيب ويستيب الجانب اللي مفيش فيه استفادات الجماعات الجديدة وجماعات تكنولوجية زي جامعة الملك سلمان وغيرها من جماعات تكنولوجية اللي اتعامت للسنة اللي فاتت واللي قبلها بأضافة كتير للعملية التعليمية والتعليم الجامعي وسوف يكون الخارجين من هذه الجماعات الإقبال عليهم والإيجاد فرص عمل داخل أو خارج بصرة تكون بفرصة كبيرة لأن تدريبهم وتعليمهم طبخا للتقنيات الحديثة تصنيف الجماعات يا دكتور محمد هل هو قوة محافزة أم قوة معطلة؟ لا طبعا كلما كان تصنيف الجماعات واخدتراك عالي على المستوى العالمي كلما كان دافع وقوة محافزة للدارسين والمدارسين وأعضاء التدريس في الجامعة وغيرها من العملين في هذا المجال أكيد أنت أنا متكلمي النهاردة أن أنت بتقول أن الجامعة بتاعتك تم تصنيفها أو تم رفع تصنيفها من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى أكيد هيكون دافع قوي لزيادة الطلب على العنصر البشري أو المتعلم البشري وهو المخرج التعليم النهائي على مستوى العالم لما أقول أن أنا متصنف مثلا كجامعة أن أنا 300 على مستوى العالم يعني الرقم ده بتكون دلالته إيه في هذا العصر هي 300 طبعا هي بعيدة ولكن لو بصنا للعدد الجماعات على مستوى العالم ولو بصنا للمكان اللي احنا كنا فيه قبل كده احنا كانت تصنيفها تقريبا يعني قبل الأخير بحاجة واحدة يعني هي نسبة وتناسب نسبة وتناسب إنما يعني إذا بشينا بالوتيرة دي والاهتمام بالعملية التعليمية بالطريقة دي نصدق إن إحنا نوصل مثلا خلال فترة وجيزة المتين ثم إلا المية ثم نبقى من ضمن الخمسين جامعة الأوائل التي دعا إليها سيد رئيس وده كان من ضمن الشروط اللي وضعها سيد رئيس في التصريح لبناء جامعات جديدة أن تكون هناك مؤامة بينها وبين الخمسين جامعة الأوائل أو المصنفين أوائل على مستوى العالم إيه اللي ممكن يخلينا ننجح فعلا في إن إحنا نضيق الفجوة بين التعليم المحلي أو الجامعات المحلية المصرية والجامعات الدولية إزاي ممكن نضيق الفجوة دي سواء على مستوى مصر أو على مستوى الميزة التنفسية بين مصر ومختلف دول العالم سواء كان نامية أو متقطة السؤال ده جايب بلندن طبعا وحظيك دايما تقدم أي أمة ما هي إلا رؤية حكومة وإرادة شعب إحنا شايفين من رؤية الحكومة ورؤية الخيادة السياسية حاليا بتحاول جاهدة أن نتضعنا على الدول المتقدمة أو في مصاب الدول المتقدمة هنا يأتي دور نحنا كشعب بقى أو كدارسين وكأولئة أمور وكمدارسين وكأضاها هي التدهيس خلاص الفرص أتيحت العلاقة بيننا وبين الجامعات المتقدمة والجهات المتقدمة بقت موجودة المطلوب دلوقتي إن إحنا نبزي الموجود إحنا كأشخاص إن إحنا يبقى إرادتنا موجودة ونقدر نحقق ده وأنا شايف إن إمكانياتنا العقلية الشعب المصري بيتضل بدي المسأل في قوة الإصدار وقوة الإرادة الاستثمار في البشر هو الأحرى يعني هو اللي حيحق الاستثمار بقى بمفهومه التقليل السيد رئيس فترة الفات كان بيستسم جيد جدا في غير البشر بس هو خلاص فترة دي يعني خلال السنة دي اهتم العنصر البشر اهتمام غير عادي أكتر من اهتمام والأول هو طبعا من جدايا إن شاء الله مصر بكافة دوائرها قدر هذا التحدي إن شاء الله أنا بشكر حضرت أجزي لشكر شرفتيني فاند الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العالم شكرا جزي لك شكرا جزي لكم حسنا بالمتابعة وده كان خير تتويج للقناة معكم النهاردة في من القاهرة لكن بالتأكيد في قراتنا تتواصل معكم على شاشة قناة إني الأخبار وبعد قليل وقفة مع الصحافة على شاشة إني الأخبار أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة